من حوالي سنة ونص تقريباً العالم كله تغير صار فيه وبأ عالمي في كل مكان معظم دول العالم تأثرت الاقتصاد تأثر نفسيات الناس تأثرت فيه ناس طبعاً موت كتير وإصابات كثيرة وكتير حتى من أصدقائنا فقدنا أحبائنا وأصدقائنا وكتير يعني سبب هيك نوع من الامتعاد والخزلان وإنه إمتى يعني دايماً إمتى حنطلع من هذا الموضوع فخليني يعني معناك تذكرته بشكل يعني بشكل أو بآخر طرقتله بس أنا عاوز أكرر السؤال مرة تانية لماذا نحتاج الرجاء ولسيما في هذه الأيام في هذا العصر لأنه ببساطة أنا قبل ما أجاوب على السوداء هدخل من خلال حتة أن أنا محتاج بما أنا حضرتك ذكرت موضوع العصر أنه في حاجات ممكن تبقى دخلة في بعض بمعنى إيه؟ أنه لو سألت هل المؤمنين بس اللي عندهم رجاء أو أمل؟ لا كلمة أمل أو رجاء دي موجودة في العالم أي إن كانت الخلفية أي إن كانت الأديان أي إن كانت المعتقادات ناس بعيدة عن ربنا أو لا عندهم في الفوكابلوري بتاع القموس بتاعهم كلمة الرجاء بس في نقطة مهمة جدا أنه نفسي آلفة انتباهها وده يقودني للرد على سؤال حضرتك أنه في آية في صفر أمثال بتقول في أمثال عشر أو عدد تمانية عشرين أنه منتظر الصدقين يفرح أما رجاء الأشرار فيبيد فيبيد ليه بقى أنه نشوف فيه فرق هون بالزبط بين رجاء العالم ورجاء المؤمن بالزبط والمؤمن محتاج أنه ياخد باله من النقطة دي عشان حاجة زي الكورونا اللي حصلة في الوقت دو أنه معظم الناس حاسة أنه يطلع في نهاية الموضوع دو بيقولوا مجة تانية ومجة تلتة ومجة عشرة ومش عارفين والهند دلوقتي وعايزين نصلي للي بيحصل لأخواتنا في الهند يعني حاجات صعبة جدا وكأنه مع كل موجة الوقت تحاسس خلاص فقد الرجاء فقد الإيمان وده يأكد الآية ديت أنه رجاء الأشرار يبيد مش هقول الأشرار بمعنى الأشرار الناس لكن بمعنى الناس اللي ملحاش علاقة مع الرب عزيز المشاهد لو أنت ما عندكش علاقة حقيقية مع الرب عندك بتحاول أنك تصبر نفسك ويبقى عندك رجاء بس ده مش هيوصل لك لحاجة لأنه الكتاب واضح رجاء الناس اللي ملهمش علاقة حقيقية مع الرب كده هيبيد يعني شوية كده كأنه موجود وخضر نفسي لكن في الآخر كانوا ما بيوصلنيش لشيء لكن الرجاء اللي بيدير رب رجاء مش مخدر يعني أفيون الشعوب وزي ما بيقولوا كده لا ده حاجة حقيقية بتقود لحاجة حقيقية إنها تحصل في حياتنا ما أحواج نفاذ العصر للرجاء ليه؟ لأننا محتاجين للرب يسوع كل شخص بيشاهدني أنت محتاج عزيز المشاهد مش عارف أقولك أدي أنت محتاج للشخص الرب لأنه هو اسمه إله الرجاء وعايز أسألك النهاردة هل لك علاقة حقيقة مع الرب؟ تقولي أنا عندي رجاء أقولك ماشي بس لو تكون أمين مع نفسك لو أنت ملكش علاقة حقيقة مع الرب ومصدر الرجاء ده شخص الرب يسوع الرب الرب يسوع المسيح هو مصدر الرجاء لو مش هو مصدر الرجاء الرجاء ده كأنه حاجة مؤقتة بتحاول تصبر نفسك بيها وتختفي تسمح خبر تاني والنتيجة أنه ما فيش حاجة تحصل لكن الرجاء للرب يسوع أخ نظار بيديه نعم هو رئيس الإيمان هو إله السلام هو إله الرجاء اللي بيملأنا فهو المصدر والمنبع والمصب هو اللي بيكمل معنا في كل رحلة حياتنا اشتركوا في القناة